مرحبا بكم في قناة تريندينج السيارات اليوم جبنا لكم سيارة أوبال غرولوند فيسليف سنة 2023 أوبال غرولوند هي سيارة كروس أوفر يتم تصنيعها في ألمانيا وتأتي السيارة على الأسواق شمال إفريقيا بثلاثة فئات تقع السيارة في منافسة شريسة مع إخوتها مثل بيجوترواميلويتو سيطروان سيسانك كما تنافس سيارة أتيكاوسكو داكاروك ونجد أيضا أنها تنافس هيوندايتو سانوكيا سبورتاج أوبال غرولوند تابع إلى مجموعة ستيلونتيس لذلك تقترب السيارة كثيرا من السيارتين الفرنسيتين سيطروان سيسانكو بيجوترواميلويت وتعتبر هذه ثلاث سيارات بمضمون واحد باختلاف توجه كل شركة أوبال غرولوند تصميمها الخارجي أنيق وإنسيابي جدا ويعطي طابع هجومي مع أضواء أمامية وخلفية فول لد من نوع ماتريكس مع جونود بأشكال عصرية 18 و 19 بوصة التصميم الداخلي مريح جدا وألوانه متناسقة ويقدم خدمات سهلة وبسيطة الاستخدام مع شاشتين كبيرتين قياس 10 و 12 بوصة مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع الدخول للسيارة وبدء التشغيل بدون مفتاح ونظام تفادي الاستضام على جميع مستويات السرعة ونظام قيادة شبه مستقل ونظام تثبيت السرعة ونظام متطور لمساعدة على الركل 180 درجة الخامات داخل غرولوند مستواها جيد مع وجود بلاستيك ولكن في أجزاء بسيطة السيارة تأتي بسخ بانوراما متوفر من أول فئة حتى الأعلى فئة مساحة الركوب داخل غرولوند واسعة ومتميزة في الأمام وفي الخلف أما تحت غطاء السيارة تأتي بعدة محركات واليوم نتكلم على محرك واحد بهم نطولوش من وقت الفيديو أصلا الدور من هذه الفيديو المشاهد يدي نضرع عامة عن السيارات اللي غادي تدخل إلى الجزائر والمراجعة الشاملة للسيارات ندروها نهار تتوفر هاد المركبات على أرض الواقع إن شاء الله تأتي أوبل غرولوند فيسليفت 2023 بمحرك بنزين 1.2 لتر تيربو يولد قوة 130 حصان و230 نيوتر متر من عزم الضوران متصل بناقل حركة أوتوماتيكي أو من جير عادي من 6 سرعات أما أسعار هاد السيارات في الدول المجاورة يبدأ من 29 ألف يورو أي ما يعادل 420 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم وضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر وكما العادة خوتي المستقية ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلامة ترجمة نانسي قنقر